حمزة بن أسامة بن لادن قام بإزدار بيانين خلال شهر مايو أيار أجاري ماذا قال؟ كيف تم تفسيرهما من قبل جمهور القاعدة؟ وماذا يعني هذا التنظيم بالنسبة للتنظيم؟ في تحليلنا نقوم مشاهدين بتقييم احتمالية الطفل المدلل لأسامة بن لادن مصادرة بقايا إرث والده نتابع عاش حمزة بن لادن حياة مميزة بينما عانى مقاتلون آخرون في القاعدة من حياة فقيرة من أجل النجاة والبقاء على قيد الحياة في جميع أنحاء العالم من أفغانستان إلى سوريا إلى شمال إفريقيا إلى اليمن منذ سن مبكرة كان حمزة مخفيا عن الأنظار في أمان بإيران مع والدته إلى أن يحين الوقت المناسب ويتمكن من الظهور لأخذ مكانه في تنظيم القاعدة الذي تم شراؤه بثروة والده الآن في الثالث عشر والعشرين من شهر مايو أيار تحدث هذا الرجل من خلال مؤسسة السحاب الإعلامية وقال لرعاية القاعدة أن يكونوا أسخياء في تقديم حياتهم وأن التضحية ويعطاء الحياة هي قمة الكرم المشكلة التي تواجه حمزة هي أنه بالرغم من أن ملايين والده تمكنه من شراء المعلمين لتحسين مهارته في الكتابة إلا أنه لا يمكن شراء المصداقية بهذه الثروة يبدو أن الأوصياء على حمزة والذين قاموا بكتابة خطابه لم يلاحظوا السخرية بأن يطلب وريث القاعدة من الآخرين التضحية بأنفسهم ومن الواضح أن قادة القاعدة الحاليين لا يفهمون أنه من الرياء وجود طفل مدلل وعديم الخبرة يحث الآخرين على التضحية بحياتهم بينما كان يعيش حياته كلها في أمان بفضل ملايين والده العديد من أتباع القاعدة على وسائل التواصل الاجتماعية يشككون ويتسألون بغضب عن مؤهلات ومصداقية حمزة مستخدمين تعليقات مثل حمزة جاهل تماما في السياسة والإديولوجية لا يمكن للجهادية أن تورث حمزة لا يستحق هذا المنصب ماذا يملك حمزة غير اسم والده يتسأل الأعضاء والمتعاطفون مع القاعدة الآن هل تعاني صفوف تنظيم القاعدة من نقص كبير لدرجة أنه لا يوجد أي شخص آخر لشغل منصب القيادة غير ابن بن لادن الذي هو في العشرينات من العمر هل استسلم تنظيم القاعدة أخيرا لنمط التوريث الذي لطالما انتقده ودع معارضته ومع أصداء من هذا القبيل أظهرت رسالة حمزة لاختلال الذي آل إليه التنظيم ومدى يأس أيمن الظواهري ومن غير الواضح ما إذا كان الظواهري يقوم بالترويج لحمزة لإزالة بعض الضغوط عن نفسه أو ما إذا كان حمزة يشير الآن إلى الظواهري ليتنحى جانبا لأن خدماته كشاغل للمنصب لم يعد هناك حاجة لها وهذا يمكن أن يشير إلى صراع على السلطة داخل التنظيم ومع استمرار القاعدة في التققر في جميع أنحاء العالم فإن الظواهري وحمزة وغيرهم من قادة التنظيم من المحتمل أن يتصارعوا من أجل وضع يدهم على الموارد المتبقية اشتركوا في القناة